طب مانا معايا شوات صور بقى. لبعد اللا او لمعظم اللعيبة بتاعة فريليد. عايز ابو صوف دا كنتك قاعدتين بقى? صغريبة شوات. نقيلي بقى مهابوس نقيلي بقى ايه كلام كده للنجوم يعني دا الدرع دا اولاد. يحية. يحية الدرع. يحية الدرع اه. دا يعني اه ما شاء الله عليها جرينتا يعني اه احسن لايه في مصر دا دا. ما شاء الله. ما شاء لايه. يعني مش انت احسن ايه في مصر؟ لا لا يحية يحية ما شاء الله اللي انت عندك في الهندبول بيبقى فيه جزء ادفاعي وجزء هجومي. هو دا وده. هو ما شاء الله بيدافع ويحاجمه وما شاء الله بدنيا ما شاء الله يعني ربنا يحفظه ويحميه ان شاء الله ويكمل ان شاء الله لسه صغير فقدامه عمر طويل ومستقبل كبير. اسمع كلام احمد مرتدى بقى درع بقى وعض. ان شاء الله. معنا يكمل بقى الخماسية عام السنة الجاية وعندك كسمة. هو بكمل كسمة معك الاسبوع الجاية مش كده? ان شاء الله لأ ونكمليه بعدها في سوفر افريقي واحتم ان شاء الله. بنا وفق ان شاء الله. يا رب يا رب. اللي باعب. مودي يعني اه اه صفقة اتاخرت كتير بصراحة كان مفروض يبقى متواجد من زمان معنا لان هو لعب زمان معنا في الفين وعشرة. وفي الفين وحداشر كنا بنجيبه اقعارة معنا في كاس عام قندية. مم. لعيب موهوب جدا ولعيب امكانياته عالية جدا. بيلعب سنتر هوف. سنتر هوف. فلعيب اه يعني اضافة كبيرة لينا وفرق كتير جدا معنا السنة دي في ماتشاط كتير وخاصة في ماتشاط اهلي و ماتشاط مهمة. لا اضافة كبيرة وحاجة كنا نتمنىها من زمان وانا مبسوط جدا بيوجود معنا. صحيح. تمام. لبعده. يعني اه الصخرة بتاعتنا. اه. بصراحة يعني بص ماتش النهاردة. اسمه. السبب بتاعه. السبب رئيسي. اه. هو كريم هنداوي في ان الماتش دوت انت السكور الشوط الاولين الاهل يمدخل تمان تجوان بس. رمضان اقافل منطقة النص. رمضان لما بيكون في حالته. يعني ربنا يبقى دعانه الاصابات عشان كان هو الفترات اللي فاتف كان فيه اصابات. لكن هو ما شاء الله متواجد. انا واحد والناس عارف ان الموضوع هيبقى صعب عن اي حد عن لعبه. يعني هو النهاردة ما شاء الله قفل النص. شغل اعمالك ازاق اللي انت عملت فيها البتاع اللي حلم بوحة دي اللي انت عملت. لا ده كان وسام. حلق زيه. حلقين زوا. شبه بقى. اه. حلقين نفس الحلق. تمام. فرمضان وسني. فصاحبي يعني طول عمران من واحنا عندها تلتاشر سنة بنلعب مع بعض. تمام. فلا اخويا يعني حبيب ربنا يبارك له يا ربو ويكمل. علي هشام نصر اه يعني اتمنى ان شاء الله ان هو هيبقى اه الفترة الجاية هيبقى فيه اختلاف حيرجع تاني. اه برضو مشكلة اللي عبتنا ان فيها اصابات كتير قوي. لا طبعا يا ربو يكون فرنكو صراحة. اه. يعني دلوقتي بيعاني من مشكلة عنده مزق في كوعه وفي عضلة في كوعه. في يعني في وطر في كوعه فيه في زي ناتشة او قطع. فان شاء الله الفترة الجاية علي هتشوفوه مختلف تماما وحيرجع تاني. ان شاء الله. ان شاء الله. يدفع في صواريخ. اللي بعده. سيف اه. سيف درع اخو يحيا. اه. لعيب اه قدامه كتير ولعيب اه عنده كتير ولعيب اه امكانياته كبيرة. ووجوده معنا السنة دي فرق كتير معنا في اوقات كتيرة. بالنهاردة ما شاء الله عليه لعب حلو. مبارح واخد زمانة في زماتش. ولعيب اه فكره اه والعقلية بتاعته وعقلية لعيب عايز يوصل في حتة بعيدة. هو على فكرة هيحترف باردو رايح اه نادي باردوك. لموش في برانسا. فا فلا ان شاء الله ربنا ما افاقه. ان شاء الله و هيه برضو يكون عنده واستعبر كبيرة. ان شاء الله. اللي بعده. بيشو بشو من العcción العيب شويت بينزل فأوقات فعلا نحن بتبع عندنا مشكلة كلنا مش عارفين فعلا نعمل حاجة وبيشويت بينزل يحل أزامات بيشويت مثلا من على ال 11 متر ومن على ال 12 متر ما شاء الله عندو قوة تصويب غير طبيعية فبرضو من العيبة الفرقة كتير معنا والخلة التيم فعلا عندو حلول كتير الجميل ان الفريق عنده حد مهاري حد شويت حد كده يعني حد دي بتحرك في اماكن فادية اللي بعده انا بقى فهم يدي برضو طبعا انا بقى فهم يدي برضو اوليفر اه اه بقى بشكوره جميل ومدرب امكانياته محترمة جدا السبب من الاسباب ان انا رجعت تاني يعني بدنيا احسن لان الراجل يعني شوية احنا بنشتكي منه ان هو مسلا التمريب بتاعنا الطبيعة في الهندبول من ساعة ونصف لساعتين الراجل ده بيقعد ساعتين ونص وممكن ساعات يدخل في ثلاث ساعات وقابل الماتشات مهمة واحنا بنتحق بنموت بس هو يعني وصلنا لحتة ان احنا بننزل للماتشات فعلا بنبقى حاسين للماتشات دي حاجة مش هو بشوش اوي يا احمد اه جميل يديك نوع من التفاول وشخصية جميلة وهو واضح ان هو موهوب مدرب موهوب عنده عنده وبعد ان بيديك حملة عالي قوي لدرجة ان انت بتنزل الماتشات انا بلعب الحمد لله اقدر العب ستين دي ايه او بنقدر نلعب ثلاثة ايام ستين دي ايه او اربعة ده حملة مش قليل لكن من كتر الحمل اللي هو بيديه لك انت بتنزل الماتشات بتتمنى ان الايام بتاعت الماتشات تيجي عشان ايدي الايام اللي انت بترايح فيها التمرين متعب اوي جدا اه فماشاء الله وصلنا كلنا في حتة بدنية يعني هو الاشتار بدني ولا معاك معد بدني الحتة بتاعت البدني ان انت بتعلي رتم التمرين ان التمرين بيبقى معظمه جري اه يعني فاصل فده قريدي طبيعي بيعلي تلقاء تلاقي النفس فيها لتعود نفسك ان ده الرتم بتاعك اللي انت متعود عليه فتتمرن بالرتم ده على طول فلما بتيجي الماتش انت بتلعب تلاتين دي او تلاتين دقيقة ومش كلنا بنلعب ستين دقيقة في ناس بتلعب تلاتين وناس بتلعب تلاتين فانت الفكرة ان ان انت بتجي مع الحمل دوت اللي انت متعود بتجري ساعتين ونص لما تلعب نص او خمسة واربعين ديئة او حتى ستين ديئة. انت مش حاسب حاجة. مش حاسب حاجة. لان كنت تعودت في التبرين على هذا الكلام. بالضبط. بالضبط.